موسيقى في البداية نشأت في أسرة بسيطة أولدت في منطقة عالي وكننا من عائلة اسمي البحراني بس لأن كون عائلة والدتي حجمها أكبر في منطقة عالي فكان نسمونه أولاد الشيخ الشيخ إبراهيم المبارك والدتي كانت بيت الشيخ إبراهيم المبارك فنشأت في أجواء أسرية أكثر أكثر الأصحابي كانوا أولاد خالتي وأهلي وكانت تربطني علاقة قوية في المجتمع درست التنوية العامة علمي مدرست عالي الثانوية من درست مريد عيسى بعدين حصلت فرصة لأنه معدي لمكان قوي يعني كفاية فرح أدرس في الهند والحمد لله في الهند حصلت امتياز مرحلة شرف الأولى الجامعة تبون ودرست ماجستير تقريبا سنة بس صادت شوية وعكة صحية ورجعت البحرين ما كان عندي وعي كافي أن أختار تخصات كنت أبغي شيء تعلق بالتجارة لأنني كان والدي في مجال التجارة كان لشركة عقارية وفي نفس الوقت كان لدي ميول تجاري التزان روعة يعني كان ما كان يعني يبيل أنه عنده سيولة أو عنده وضع ميسور كان يخلين كل واحد يعتمد على نفسه لدرجة أنه كان أمري 14 سنة كنت أملك برادة وعني أشتغل في التجارة في كل فترة أبيع أشتغل في سيارات أول ما بديت كان جامعة البحرين لهم سوبر ماركت موجودة في جامعة البحرين كان عملك لمدة 10 سنة لكن أي بعدك في الثالث علادي فكان كتبي معي في البرادة وأنا قاع في البرادة وكتب معي وياي هناك أنا أجي من المدرسة أستلم الكونتر بدأ الأجنبي يعني الهندي الوالد كان هو مسؤول المالي في جمعية سكال عالي الخيرية وكان فيه مشروع تطويري فكان يحاول نفس الشي أن يدمج موضوع التوسع التجاري للجمعية فصرع سووا محلات تجارية وأجرهم أنا أخذت منهم ثلاثة شترات أجرتم من عندهم وسويت فيهم برادة بالحظ أن كانت جامعة البحرين عندهم سمار ماركت بيخلونة يعني فأخذت المعدات والأجهزة والكونتر لهناك والشلوف وشريتهم وبديت في شغل البرادة يوم وصلت إلى مرحلة الثانوية حبيت أن أحصل سيولة عشان أسافر أدرس لأن الوالد كان يجعلنا نعتمد على نفسنا أكثر ما يعتمد عليه هو أو على مصادر ثانية فحبيت أن أبيحها وكان لي سيارات أبيحهم عشان سيولة أدرس بها الحظ كان أن البرادة بدأت في أراضي في المالشية كان سعرها على خمسة ألف أربعة ألاف دينار لكل فترة أخذت الأرض وبدأت البرادة وبعت السيارات ورحت أدرس في الهند أطلع مع أولاد خالتي في موضوع سيارات كنت أطلع مع أولاد خالتي نروح لإمارات وهم يشترون سيارات وشجعت الفكرة فقمت أشتري معهم سيارات ننزل بحرين نعدلها وننظفها ونبيحهم كان نروح لإمارات ونروح لكويت ونجيب السيارات ومبلغ بسيط في كل سيارة أربعمائة خمسمائة بس المتعة كانت في الحركة أكثر ما تكون في الربح كنت أفكر بس أنه في فلوس يعني أبغي أن يجمع لي فلوس أن أبدي التجارة تفكيري شو أن أنجح في التجارة حاسب قيمة التعليم بشكل واضح وما كانت عندي فكرة واضحة في مخي 65% علمي علمي نعم ما يدخل الجامعة بس العلم أنا في الدراسة يعني سبحان الله يعني مهم من الله أنه كان عني قوة الاستيعاب قوية واجد يعني أنه ما تخلف في الدراسة ولا رسبة ولا مادة ولا ذاكرت الأسف يعني ما كنت أذاكر يعني أروح للمدرسة أخلص ألعب كرة أروح للبرادة ألتهيب السيارات وأنام أروح يوم ثاني لمدرسة هذا الروتين ما كان إيجابي ما اكتشفت موهبتي ما اكتشفت أنه عندي قدرة على التميز على النجاح الغربة هي اللي كسرتها الحاجز فكان خوف أنه أرسب قمت أشتهد أدرسي يعني أدرس ست ساعات سبع ساعات في اليوم اكتشف أني موهبة أنه أقدر أصبح متميز الحمد لله أول سنة حصل جيد جدا ثاني سنة امتياز مرحل شرف وفي نفس الشيء سنة الثالثة حافظ على المعدل وارتفع بسيط بعد لدرجة أنه حتى دولة الهند أعطتني الماجستير نص السعر كمنحة يعني جامعة أيضا بولا؟ لا نيفيل وادية جامعة نيفيل وادية أعطتني منحة أدرس أكمل عندهم بسعر مميز يعني خاص بس لأني كنت يعني ما أرجع البحر يواجد واجد غمس في الدراسة فصادني هوم سكي يعني وتعبني شوي والشاب تكاتفوا هناك في الهند ويعني ضغطوا عليه أنها رجع فالحمد لله رجعت وأموري صارت كلها طيبة ما وصلت ما وصلتها في الهند للأسف يعني مع أنه كانت الدراسة قوية هناك كثين أو ثلاثين مادة وكان سرس ضغط واجد جيت للبحرين اكتشبت أنه ماجسير في البحرين في الجامعة الأهلية متميزة أيضا ودرست الحمد لله حصلت بعد علامة زينة بس في نفس الوقت كنت رجعت للبحرين حصلت أضيفة وزادة داخلية للمحافظة الشمالية فكنت أشتغل في المحافظة الصبح العصر أقب ما يعني اشتغلت مع الوالد في العقارات والليل أروح للجامعة ببيع السيارات استخدمت في المصاري في الدراسة هناك يعني كان عندي أدفع رسوم الجامعة رسوم معيشة الأكل هناك فكانت هاي سبورت عندي والوالد كان يضيف لهم مبلغ بسيط يعني شهريا بس في نقطة مهمة واجد انطلاقت محمول بحراني الأرض اللي كانت بلال برادة هي كانت انطلاقة قوية اللي كان خمسة ألاف دينار اشتريتها يوم خلصت الدراسة رجعت لها سعره ثمنت عشر ألف فكان رسمال يعني زين في ديك الفترة أنه أبيع أشتري في الأراضي يعني الوالد يعني الوالد عنده علاقاته في السوق عنده اسمه في السوق فهو خلبني واجد أكون صريحي يعني ما بغى أقول أنه محمود انطلق كان معانا عمي ومكان أنا قدر نقول أنك كنت عصامي صعبة في ضوء يعني وجود والدي يعني يعني كان جبل قدامي يعني صعب أن أقول أن أنا كنت أقدر أقول عن نفسي عصامي لأنه كان أجواء يخلق علينا وين ما يروح باسمه يعني كان يسهل لكم العقبات اسمه كان يسهل لنا العقبات في السوق العقاري كلها محظ ثقة يعني وين ما نروح تسهل أمور أكثر لأنه كان رجل بسيط بس بساطة كانت تعطي انطباع عند الناس يعني إيجابي ومحظ ثقة فكنا نبيع نشتري بالتليفون من باب الثقة يعني مع المستثمرين مع التجار كلمتنا كانت تمشي لأنه والدي كان اللي يأسم في السوق في المالشية في المالشية وعالي فكنا نساهم بهالمجال يعني ارتبط أكثر مع النادي وبعدين أتنام ما كنت في الهاتف كان لك ارتبط بالنادي نعم بس هذا يمكن يوم جاء دور وقت الانتخابات جاء له أثر يعني أن النادي كان له وقف قوي وياي في الانتخابات وإجهاء القرية كانوا علاقة قوية مع الوالد فوقفوا كلهم وياي يعني ونفس الشي أنا عندي أهل على الكبير يعني منهم في كرزا كانوا في المالشية فهم في الدائرة نفسها يعني وأيضا في صدد فأهلي بعد فهل ثلاث مناطق كانوا متماسكين إياي واجد يعني يعني هم شجعوني هم شجعوني هم بعفلون دعموني في المشوار يعني لوحظت يعني ناس من شجعون في البرلمان بشكل كبير فهي كان دافع لي بس هذا الرقم خلاني ملتزم ومتعب مجهد في المجلس واجد كانت مسؤولية احنا عندنا فجوة كبيرة للأسف ما بين عقولتهم مستوى المعيشة وفي نص الوقت السعر تكلفة المعيشة فكنت لازم ترفع من مستوى المعيشة شوية عساس يقدر يتقارب بينها مع تكلفة المعيشة هاي كان تحدي الدين العام بتحدي ثاني لأنه عندي أولاد في المستقبل بيجون في عالم بيكون هم يتحملون مسؤولية أنه بس يدفعون الرسوم ما يقدر يغطون الجانب الثاني فهل موازنة كان صعبة جدا ما نقدر نقول نغرر يعني برا السرب بس التحدي كان واجه كبير وجد كورونا و يعني شالت الموازن كلها أو قروض زين الضريبة نفس الشي كل القرارات قامت تجيك بحزم تمويلية مشروطة هالي سبب يعني عراقي لإلى البرامج اللي أنت تفكر نتعالجها فكانت تحديات كبيرة يعني مو موجة واحدة يعني كذا موجة كانت صعبة على الإقصال البحريني بس في النهاية أنت محتاج أن تخلي القدرة الشرائية ترتفع عند المواطنين عشان الدول الإقتصال يتحرك مرة ثانية جانب إلى الشباب أن نستفيدوا منطاقتكم ماذا أنتم شباب وعززوا وخلوها في المكان الصحيح الجانب الثاني هو حق خلنا نقول الجزء اللي عشت في المجلس النواب أتمنى أن نرفع من مستوى الثقافة البرلمانية حق المجتمع أن نخلق نواب حقيقي نقبلها يدش المجلس إحنا مرينا بعقود كثيرة بس نتباعد عن الجانب الشعبوي نروح لجانب حقيقي قابل للتنفيذ هذا نقدر عن طريق خلق عن ثقافة برلمانية حقيقية عن طريق معاهد أنه وجد حق سويت كورس قلت أن هاي المصعب اللي عدنا الدين العام والمسائل الحقيقية اللي عدنا وهي المشاكل في كل وزارة من ناحية السوق العمل من ناحيةها حلوها فكروا فيها أعطوني أشياء ملموسة وعقوا بأربع سنوات خلوها برنابش كامتخابي يدخلوا يكون هنا يبحث في هالجانب يبحث في هالجانب يقدر يصقل أفكار بشكل أرقى أن يقدمها حق المجتمع وفي الأصل يتقدم بشكل إيجابي وليس بشكل شعبوي